وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من المنامة عبدالله الجناد الكاتب والمحلل السياسي وأيضا من واشنطن إيهاب عباس الباحث المختص في أشياء الأمريكي والعلاقات الدولية أهلا بكم ضيوفي الكرام في هذه النشرة أبدأ من المنامة سيد عبدالله السفير الإماراتي في واشنطن يقول أن ميليشيات الحوثي استخدمت صواريخ في الهجوم الذي استهدف المنشآت المدنية في أبوظبي وليس فقط طائرات مسيرة ما حجم الخطورة التي يمثلها أمر كهذا أسأل الله مساءكم مساء مشاهديك بتأكيد ما مدى خطورة مثل هذا الاعتداء الآثم على دولة الإمارات وعلى أهداف مدنية بالتأكيد يمثل تصعيد النوعي من غبل الحوثي والرعي الرسمي لهذا الطرف ونتكلم عن إيران باتجاه استهداف أمن واستغراض هذه المنطقة أو إغراض المنطقة عبر استخدام صواريخ بعيدة المدى إن تم التحقق وبالتأكيد أن سعادة يوسف الاعتبار عندما أكد أن هذه الأهداف قد ضربت بصواريخ فذلك يؤكد أن هناك تصعيد النوعي أي أن قدرات التي يمثلها الحوثي عبر إيران باتت تشكل خطرا حقيقيا يستهدف استغراض عموم المنطقة ترجمة نانسي قنقر